أحال وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وزير الأشغال العامة بالوكالة دكتور جاسم الأستاذ قياديا بالتكليف ومسؤولا آخرا في الكهرباء إلى لهيئة العامة لمكافحة الفساد نزاهة بعد أن أثبتت لجنة التحقيق قيامها بتعطيل مناقصات خاصة بالكبلات وتعمدهم الإضرار باحتياجات منازل المواطنين وإجبارهم على شراء الكبلات من السوق وتحمل تكاليفها وتوقيعهم على تعهدات غير قانونية بعدم مطالبة الوزارة بأي تكاليف الأمر الذي أثر على سمعة الوزارة واتهامها بالتقصير في أداء عملها وذكرت الكهرباء في بيان بأن لجنة التحقيق التي أمر الوزير الأستاذ بتشكيلها أثبت التسبب القيدي بالتكليف والمسؤول الآخر في إلحاق الأضرار بعدد كبير من المواطنين والجهات الأخرى وأوضح البيان بأن لجنة التحقيق كاشفت بأن الإجراءات التي اتخذتها أو اتخذها القياد والمسؤول غير صحيحة في إيصال التيار الكهربائي إلى منازل المواطنين ومشاريع الدولة مما يثير شبهات الفساد والتنفيع والإضرار بالمال العامة